الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شان عن شان جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الأسماء الحسنى والصفات العلاء الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكمة ووسع رحمته كل شيء علما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين وأدخرها عدة ليوم الدين وأشهد أن محمد عبده ورسوله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم والفارق بين الهدى والضلال والشك واليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات ما زلنا مع هذا البرنامج المبارك أسرار الأذكار نتكلم فيه عن عبادة جامعة شاملة ألا وهي عبادة ذكر الله عز وجل فما أعظمها من عبادة وما أجلها من عبادة عبادة حثنا عليها ربنا عز وجل وحثنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل ما أجلها من عبادة هذه العبادة هي المنزلة الكبرى التي يتردد إليها العارفون هذه هي المنزلة الكبرى التي يتزود منها العارفون وإليها دائما يترددون فهي رياض جنتهم التي فيها يتقلبون ورأس أموال سعادتهم التي بها يتجرون بتلك العبادة يسترفعون الآفات ويستكشفون القربات وتهون عليهم المصيبات وتتنزل عليهم البركات قال أحد السلف مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها قالوا وما أطيب ما فيها قال ذكر الله عز وجل حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه ورحمه الله قال إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة قالوا وما هي يا إمام قال محبة الله وذكره سبحانه وتعالى عبادة ما أعظمها وما أجلها عشنا معها في الحلقات السابقة بينا فضلها وبينا كيفية الحصول على ثمراتها وقلنا كيفية الحصول على ثمرات الذكر أولا بكثرته ثانيا بالإخلاص وعشنا مع الحلقات السابقة مع الإخلاص والشرط الثالث في كيفية الحصول على ثمرات هذه العبادة العظيمة هي الاتباع الاتباع فشرطي كبول العمل الإخلاص والاتباع وتكلمنا في الحلقات السابقة عن الإخلاص وسنعيش في هذه الحلقة مع الاتباع اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول الحسن البصري لا يصح قول بلا عمل ولا يصح قول وعمل إلا بنية اسمع ولا يصح قول وعمل ونية إلا باتباع مرة أخرى اسمع ماذا قال الحسن البصري لا يصح قول بلا عمل ولا يصح قول وعمل إلا بنية وهي الإخلاص إخلاص النية ولا يصح قول وعمل ونية إلا باتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم لذلك قال ربنا عز وجل إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل قال ربنا عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل قال الفضيل بن عياض أحسن عمل قال هو أخلصه وأصوبه قيل يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه قال إذا كان العمل تدبر أول كلام إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان العمل صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل ما هو الخالص وما هو الصواب الخالص أن يكون على مراد الله والصواب أن يكون على وفق هدي رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل الطرك مسدودة إلى الله عز وجل إلا طريق واحد إلا طريق واحد هو طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه؟ الاتباع الاتباع إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان العمل صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل لذلك قال حبيبنا ما تصلي على حبيبك اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه يقول حبيبنا في الحديث الذي روال بخير ومسلم أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال من حديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فورد فهو رد غير مكبول هذا العمل غير مكبول لأنه لم يكن على وفق هدي الرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الاتباع ما هو الاتباع؟ الاتباع في اللغة مصدر اتباع اتبع الشيء أي صار في أثره وتلاه أي أن يسير الرجل وأنت تسير وراءه هذا هو الاتباع يسير أباك وأنت تسير وراءه هذا هو الاتباع في اللغة أن يسير الرجل وأنت تسير وراءه والاتباع في اللغة يدور حول معاني اللحاق التطلب الاقتفاء التأثي الاقتداء الاتباع في اللغة بيدور حول التطلب اللحاق الاقتفاء الاقتداء التأثي هذا هو الاتباع في اللغة أما في الشرع وفي الاصطلاح هو الاقتداء والتأثي بالنبي ما تصلي عليه اللهم صلي وسلم وزيد وبارك عليه الاتباع في الاصطلاح أو في الشرع هو الاقتداء والتأثي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والأقوال والأفعال والتروك ثاني هو التأثي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والأقوال والأفعال والتروك لذلك ومنه قوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف يقول ربنا سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إذلك والاقتداء والتأس بالنبي في الاعتقاد والأقوال والأفعال والتروك فكل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تركته فهذا هو الاقتداء والاتباع هذا هو الاقتداء والاتباع اسمع فالاتباع فالاتباع هو أن تتبع ما في القرآن من أمر ونهي وما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر ونهي اسمع يقول الإمام أحمد بن حمبر رحمه الله الاتباع هو أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ثم هو من بعد في التابعين مخير يقول الإمام أحمد بن حمبر في الاتباع هو أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي وما جاء عن أصحابه ثم هو من بعد في التابعين مخير مخير فالاتباع طريقان ركز معي أوي الاتباع طريقان لا ثالث لهما الطريق الأول هو الوحي ويندرج تحته ويندرج تحته ها الكتاب والسنة والطريق الثاني هو طريق الشيطان طريق الشيطان طريق الهوى طريق الشهوة اسمع ماذا قال الله لنبي اتبع اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين فالاتباع طريقان لا ثالث لهما الطريق الأول هو طريق الوحي ويندرج تحته ها الكتاب والسنة والطريق الثاني هو طريق الهوى ويندرج تحته الشيطان والشهوة وإلى غير ذلك اسمع ماذا قال الله لنبيه فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهوأهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهوأهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين لذلك قال ربنا أفرأيت أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضى الله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره قشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون فالاتباع طريقان لا ثالث لهما والخيارات ليست واسعة إما أن تتبع الحق وإما أن تتبع الباطل الخيارات ليست واسعة إما أن تؤثر الدنيا وإما أن تؤثر الآخرة فالخيارات ليست واسعة اسمع ماذا قال الله لنبينا موسى ولنبينا هارون ماذا قال الله لهم بعد أن دعوا على فرعون ماذا قال الله لهم قال قد أجيب الدعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون فالاتباع طريقان لا ثالث لهم إما أن تتبع الحق قال ربنا اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلاه وأعرض عن المشركين وإما أن تتبع الباطل قال ربنا يا أيها الذين أمنوا لا تتبع خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليه طيب فالاتباع من فضائله من فضائله ومن مناقبه أنه شرط من شروط قبول العمل لابد لابد أن يكون عملك موافقا لكتاب الله وموافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون العمل فيه شرطان الشرط الأول الإخلاص والشرط الثاني الاتباع اسمع ماذا قال ربنا عز وجل في صورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم يا الله اختلف أهل التأويل أهل التفسير في هذه الآية قالوا إنها نزلت عن قوم في قريش أو عن المشركين وقالوا إنها نزلت في نصارى أو وفد نصارى نجران وقالوا إنها نزلت في اليهود سواء نزلت في هؤلاء أو في هؤلاء أو في هؤلاء فالعبرة ليست بخصوص السبب إنما العبرة بعموم اللفظ لما دعا قوم المحبة ادعى المشركون المحبة أنهم يحبون الله ويتقربون إلى هذه الأصنام محبة إلى الله عز وجل قال رب فأنزل الله هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني لما ادعى النصارى بأنهم يحبون عيسى ويعبدون عيسى تقربا إلى ربهم فأنزل الله هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم لما ادعى اليهود أنهم أحباء الله وأبناء الله قال ربنا عز وجل وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم لماذا نزلت تلك المصائب علينا هل نحن متبعون لسنة الحبيب هل نحن متبعون لهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم لابد أن نسأل أنفسنا الله لما ادعى اليهود أنهم أحباء الله عز وجل والحكمة تقول ليس الشأن أن تحب وإنما الشأن أن تحب كما قال أحد الحكماء والعلماء ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب أن تحب لما ادعى اليهود وغيرهم أنهم أحباء الله وأبناء قال ربنا ورد عليهم قل فلما يعذبكم بذنوبكم لما تتدبر تلك المصائب والبلايا والنكبات التي نزلت بالأمة الآن لو تدبرت وسألت نفسك هل فعلا نحن متبعون لهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نحن مخلصون في أعمالنا وهل نحن متبعون لهج نبينا صلى الله عليه وسلم هل فعلا نستحق النص هل فعلا نستحق التمكين هل فعلا نستحق أن يفرج الله لنا همنا وكربنا وغمنا لابد أن نسأل أنفسنا هذه الأسئلة قل فلما يعذبكم بذنوبكم لو أنتم أحباء الله لو أنتم كما تدعون أن الله يحبكم وأنتم أحباء الله قل فلما يعذبكم بذنوبكم لذلك لما ادعى قوم المحبة ابتلاهم الله بهذه الآية كما قال أبو سليمان الداراني لما ادعت القلوب محبة الله عز وجل أنزل الله هذه الآية امتحاناً واختباراً لهذه القلوب قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فالاتباع دليل على حب الله لك ودليل على حبك لله سبحانه وتعالى فالاتباع دليل على حبك لربك ودليل على محبة الله لك على محبة الله لك نعم لما ادعى قوم المحبة ابتلاهم الله بهذه الآية أختم بتفسير ابن كثير بقول ابن كثير في هذه الآية كلام مبدع يقول ابن كثير هذه الآية حاكمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله عز وجل وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ولهذا قال ربنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم وكما قال الحكماء كما قلت ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن وإنما الشأن أن تحب فالله يحبك لو اتبعت نبيك فلابد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فطاعة النبي من طاعة الرب العلي قل أطيع الله وأطيع الرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الرب العلي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل أولو العزم منهم لو وجدوا في زمان النبي لما وسعهم أن يتبعوا هذا النبي ويتبعوا شريعته ألم يقل ربنا في سورة آل عمران اسمع هذه الآية وتدبرها وأختموا بها يقول ربنا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِيِّ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَاتِّبَاعُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اتباعُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم دليلٌ على حبك لربك ودليلٌ على حب الله لك اللهم اجعلنا من المتبعين لسنة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته